بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق نبدأ إن شاء الله بهدي النبوة ومع قبس من أنوار النبوة نستنبط منه الدروس والعبر روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف سيدنا النبي بعلمنا أن الله جل وعلا إذا أعطى أدهش بعطائه لا تعبدوا الله ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى فإن رضي أدهشكم بعطائه ربنا بيلاطف أهل الجنة وبيكلمهم وبيقولهم يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولوا يا ربي وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا وأدخلتنا جنتك ورضيت عنا فيقولوا أفلا أعطيكم أفضل إيه العطاء الأفضل من دخول الجنة فيقولون يا ربي وأي عطاء أفضل فيقول جل وعلا لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رضى الله ورضوان الله أفضل حتى من دخول الجنة وفوق نعيم جناتي تروني وهل من بعد رؤيتنا عطايا ما هو الربنا يرضى عليه في الجنة هين عموا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يوم تبيض وجوه وأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة نعيم أفضل عطاء لأهل الجنة في الجنة أن الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا الحديث ده بنستنبط منه درس إن رضى الله خير من الدنيا وما فيها فنسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن يرضينا وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم أمين فاصل وارجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة